أو حقيقته بعثة مصر للرفع الأثقال تحت 17 سنة في بطولة العالم لرفع الأثقال وحقيقة البعثة المصرية المركز التاني في بطولة العالم لرفع الأثقال تحت 17 سنة واليختمت في المكسيك وحصدت 14 مدالية متنوعة حصل محمود حسني على كاس أفضل تاني لاعب في البطولة بعد ما ظهر بشكل أكتر من رائع وشرف مصر أكيد في البطولة وعق إنجاز كبير وحصلت مصر على 6 مداليات دهبية للبطل محمود حسني والبطل رحمة استيد ونجاح محمود حسني أنه يحطم الرقم العالمي في رفعة الكلين والنطر وخمس مداليات فضية للبطل نور عصام والبطل حنين استيد وثلاث مداليات برونزية للبطل شمس محمد وهيشارك خمس لعب مصريين على صعيد الرجال في منافسات رفع الأثقال في دورة الألعاب في البحر الأبيض المتوسط المحدد لها الفترة ما بين 25 يونيو الجاري والغاية 5 يوليو اللي جاي وبتضم قيمة اللعيبة الرجال أحمد عبد الغني وأحمد عشور وأحمد عبد العزيز وكريم كحلى وأحمد عماد وبيشارك على صعيد السيدات نعمة سعيد وبسم عماد ورفايدة فتحي في غياب إصارة سمير في ظل إلغاء ميزان 81 كيلو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر